تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدال الأعمال الخيرية وشوري شباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس النجلة الأولمبياد البحرينية اختتمت يوم السبت الموافق العشرين من شهر أكتوبر منافسات الأسبوع الخامس على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى والذي يأتي ضمن منافسات موسم ناصر بن حمد للموروث البحري الذي تنظمه لجنة رياضات الموروث الشعبي والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل وبهذه المناسبة أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمشاركة الواسعة من قبل الشباب البحريني بمناسبة الأسبوع الخامس على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مؤكدا سموه أن هذه المشاركة انعكست على ظهور المنافسات بشكل مميز ساهمت بتحقيق النجاح المنشود مضيفا سموه أن المسابقات شهدت منافسة قوية من قبل المشاركين الذين أظهروا قدراتهم الكبيرة والتي عكست ما يتمتع به الشباب من طاقات وإمكانيات في الرياضات البحرية التراثية وقد وجه سموه اللجنة المنظمة العليا للإعداد والتحضير لختام منافسات الموسم الذي سيقام على كاس سموه على مدار يوميا السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري والذي سيشهد إقامة منافسات المسابقة السادسة للحداغ ومسابقة العامة للشاحوف ومسابقة النخبة للشاحوف من جانبه قال سمو الشيخ خالد بن حمداء الخليفة نشيد بالمستويات الكبيرة التي قدمها المتسابقون في منافسات مسابقة الحداغ والشاحوف بالأسبوع الخامس الذي أقيم على كأسنا والذي انعكس بشكل واضح على ظهور المسابقات على الشكل الذي ساهم في إبراز هذا الحدث الرياضي التراثي مهنيين الفائزين بالمراكز الأولى بمنافسات هذا الأسبوع ومتمنين حظا أوفر لبقية المشاركين بمنافسات الأسبوع الأخير الذي سيقام على كأس أخي سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة والذي نتطلع أن يكون ختاما مميزا لموسم سموه للموروث البحري مثمنا سموه جهود سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة لدعم الرياضات التراثية بما يسهم في تعزيز ثقافتها في المجتمع ويشجع الشباب البحريني على ممارستها بما يسهم في المحافظة عليها مقدرا سموه في الوقت ذاته الدور الكبير الذي لعبته اللجنة المنظمة في الإعداد والتحضير المثاليين لإقامة المنافسات هذا واتجهت اللجنة المنظمة لتأجيل إقامة حفل ختام الأسبوع الخامس وتتويج أبطال مسابقتين الشاحوف والحداق وذلك نظرا لحالة الطقس الذي شهده طول أمطار الخير والبركة على مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر